أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء وفي صدر صفحتها نقرأ ملحقات لكلية الطب وتجاوز مشكل تدفق الأنترنت أوامر رئاسية جديدة للتكفل بانشغالات الجالية عبر القنوات الدبلوماسية وجاء في تفاصيل مقال الجريدة حيث ترأس أمس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون لتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وعروضا تخص دور مؤسسة بريد الجزائر في دعم تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني وكذا استراتيجية استعمال مياه محطات تصفية المياه في الريا الفلاحي وفي الصناعة إضافة إلى التحضيرات للألعاب الأولمبية 2024 بخصوص دور مؤسسة بريد الجزائر في دعم تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني وأعطى رئيس الجمهورية توجيهاته لتحسين مستوى الخدمات والعمل على تجاوز كل المشكلات التقنية المتعلقة بتدفق الأنترنت إضافة إلى العمل على توسيع استعمال الألياف البصرية مع نهاية 2024 إلى جريدة المشوار السياسية التي عنونت في مقال آخر الفريق أول شنغريحة يحذر من التهديدات الهجينة قال إنها تستهدف أمن الدول واستقرارها وتجانسها المجتمعي حيث أشرف الفريق أول السعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس الأحد بالمدرسة العلية الحربية على مراسم حفل تخرج الدفعة السادس عشر لدورة الدراسات العلية الحربية وأفد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق أول السعيد شنغريحة جدد في كلمته التوجهية أمام الإطارات والضباط الدارسين تهنيها الخالصة وللشعب بمناسبة عيد الأضحى وعيد الاستقلال الوطني كما أبرز الفريق أول الإهتمام والرعاية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لقطاع التكوين بمختلف مستوياته وتخصصاته وفي مقدمتها المدرسة العلية الحربية وشدد الفريق أول السعيد شنغريحة على أن رهان الجودة أصبح حتمية لا مناصة منها في سبيل مسايرة وتيرة التطور المتسارع الذي تعرفه العلوم العسكرية والدراسات الاستراتيجية إلى جريدة أخبار اليوم التي عنونت في مقال آخر الحجاج الجزائري يعودون أول فوج منهم وصل أمس حيث عاد بعد ظهر الأحد إلى أرض الوطن أول فوج من الحجاج الجزائريين يقول هذا المقال من البقاع المقدسة بعد أدائهم مناسك الحاج لموسمي 1444 وقد حضى الفوج الأول لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائري العاصمة بكل التسهيلات اللازمة من قبل المصالح المعنية لضمان راحة الحجاج واستقبالهم في أحسن الظروف حسب ما لوحظ بعين المكان وفي تصريح للصحافة أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي أن الدولة وبتوجيهات من رئيسي الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وفرت كل الإمكانيات التي سمحت بضمان التكفل الجيد بحجاجنا الميامين وأضاف أن عودة الحجاج الجزائريين ستتواصل عبر رحالات جوية نحو مطار هواري بومدين الدولي ومطارات لولايات المخصصة لنقل الحجاج جريدة أخبار الوطن عنوانت في صدر صفحتها سوق وطني لا يعترف بمنطقي البورصات العالمية والحكومة تقرر كبح الظاهرة وعقلنة هوامش الربح في ظل الزيادات العشوائية وغير المبررة في أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الوطني يقول هذا المقال أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني عن قرار جديد يهدف إلى كبه هذه الظاهرة وحماية المستهلكين ويقضي القرار بمطابقة أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية مع تلك المسجلة في البورصات العالمية وذلك بالاستناد إلى تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية فهو شهر جوان 2023 ويكشف عن انخفاض كبير في أسعار سبع مواد استهلاكية في السوق العالمية منذ بداية وباء كورونا قبل سنتين ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على ضبط سوق المواد الاستهلاكية ومنع التلاعب بها من قبل بعض التجار والموردين كما سيسهم في خفض التضخم وتحسين قدرة المستهلكين على شراء المواد الضرورية إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهر أونلاين الذي عنونا رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيطالي حيث أجرى أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة وحسب بيان لرئاستها الجمهورية فقد تطرق الرئيسان خلال هذه المكالمة إلى عدة نقاط منها العلاقات الثنائية القوية والمتجذرة والتي تجمع للشعبين الصديقين وسبل تعزيزها كما تطرق الرئيسان إلى إمكانية حضور رئيس الجمهورية في لقائين هامين بإيطاليا الأول في جويليا والثاني في نوفمبر كما يستعرض ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك تصب في مصلحة المنطقة واستقرارها وكذل وساطة الجزائرية في الملف الأوكراني الروسي يضيف البيان كما جاء في هذا المقال في عنوان آخر على موقع النهار أونلاين نقرأ فيه الرئيس تبون يتحادث مع نظيره البرتغالي حول سبول تعزيز العلاقات الثنائية حيث تبدل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس في مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية البرتغال مارسيليو ريبيلو دي سوزا محادثات حول سبول تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات وحسب بيان لرئاستي الجمهورية فقد استعرض الرئيسان مختلف الرؤى حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك لسيما الوساطة الجزائرية في الملف الأوكراني الروسي واتفق على لقاء مقبل يجمعهما يحدده موعد لاحق إلى موقع الشعب أونلاين الذي عنونا الرئيس تبون ملحقات كليات الطب تخفف الضغط على الكليات المركزية حيث أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدى ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء أمس الأحد أن الهدف من استحداث ملحقات لكليات الطب هو تسهيل ولوج طلبة التخصصات العلمية وتخفيف الضغط على الكليات المركزية بالإضافة إلى تحسين نوعية التكوين وأمر الرئيس تبون في السياق بأن يكون الالتحاق بملحقات كليات الطب يقول هذا المقال وفق الضوابط والشروط ذاتها المعتمدة في الكليات المركزية كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية توفير التأثير اللازم للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي يضيف المصدر إلى موقع الإذاعة الجزائرية الذي عنونا جامعة هوار بومدين للعلوم والتكنولوجيا تودع ثلاثون طلب براءة اختراع حيث قدمت جامعة هوار بومدين للعلوم والتكنولوجيا مؤخرا ثلاثة عشر طلب براءة اختراع على مستوى المحدة الوطنية الجزائري للملكية الصناعية حسب بيان لهذه المؤسسة الجامعية أمس الأحد يقول للمقال وأضاف ذات المصدر أن طلبات براءة الاختراع هذه تخص عديد المجالات منها الصناعة الصيدلانية والري والهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والإلكترونيك والبيئة والبيولوجيا كما أشار البيان ذاته إلى أن الجامعة قد قدمت خلال السنة الجامعية الجارية ثلاثون طلب براءة اختراع تتم متابعتها بانتظام من قبل مركزها مركزها للدعم التكنولوجي والابتكار وحاضناتها مضيفا أن هذه الديناميكية المنتظمة للابتكار والمقاولاتية تسمح ببلورة الأفكار والمشاريع إلى منتجات قابلة للتسويق إلى موقع سبق براس الذي عنونا الجزائر تفوز بعضوية جديدة في الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين وجاء في تفاصيل هذا المقال نالت الجزائر عضوية جديدة في الأمم المتحدة وذلك عقب انتخاب الدكتورة في علم النفس ونائب رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث صابرينا قهار بمقر الأمم المتحدة عضوا بلجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسارهم بـ 44 صوتا من مجموع 57 ويأتي هذا الانتخاب ليضاف إلى نجاحات دبلوماسية أخرى حصدتها الجزائر ويدل على الاعتراف الدولي بالدور الإيجابي للجزائر في ترقية حقوق الإنسان وحمايتها لسيما حقوق العمال المهاجرين كما يندرج ذلك في إطار الحركية التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دفعا قويا قصد إعادة انتشار الجزائر على المستوى الدولي وتعزيز مكانتها في مختلف هيئات الأمم المتحدة إلى الصحافة الدولية والبداية بموقع الميادين وفي الشأن الفرنسي عنونا فرنسا تطلب مساعدة الاحتلال الإسرائيلي والاحتجاجات تطرق أبواب الحرب الأهلية حيث كشف مسؤول في شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال نقاش في لجنة الأمن القومية أن الشرطة الفرنسية توجهت لوحدة المفاوضات في شرطة الاحتلال الإسرائيلي بطلب مساعدتها في التعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة في فرنسا بحسب موقع صهيوني كما ذكر موقع E24 أن مفاوض شرطة الكيان الصهيوني أمر بدراسة العوامل التي قادت الاحتجاجات العنيفة في فرنسا ووجه قسم العمليات وقسم الاستخبارات ووحدة العلاقات الخارجية في شرطة الاحتلال لدراسة تسلسل أحداث عمال الشغب العنيفة التي تحدث في فرنسا خلال الأيام الأخيرة إلى موقع الجزيرة وفي نفس الشأن عنوانة الاحتجاجات تمتد إلى سويسرا توقيف سبعة أشخاص في لوزان إثر أعمال شغب تأثرت بالأحداث في فرنسا حيث أعلنت الشرطة السويسرية أمس الأحد توقيف ست مراهقين وشخص راشد في أعقاب طرابات ليلية بمدينة لوزان تأثر منفذوها بأعمال شغب في فرنسا يقول المقال بعد أن خرب أكثر من مئة شاب متاجر في وسط المدينة ورغم محدوديتها مقارنة بأعمال شغب في فرنسا فإن الإضطرابات شهدت إلقاء حجارة وتحطيم نوافذ متاجر مساء السبت في هذه المدينة السويسرية الناطقة بالفرنسية وقالت شرطة لوزان في بيان تكرار لأحداث وأعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا تجمع أكثر من مئة شاب في وسط لوزان وألحقوا أضرارا بمتاجر وأضافت الشرطة أن أعمال العنف بدأت بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي وحطمت خلالها العديد من واجهات المتاجر إلى موقع سكاينيوز عربي الذي عنونا مقتل أربع فلسطينيين وإصابة خمسة وعشرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي حيث لقي أربعة فلسطينيين مصرعهم برصاص الاحتلال الإسرائيلي وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين وقالت الوزارة أنه سقط ثلاثة قتلى وخمسة وعشرون جريحا بينهم سبع إصابات خطيرة جراء هجوم الاحتلال على جنين كما قتل شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية عند مدخل البيرا الشمالي وأضافت وكلة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافات عسكرية مدرعة اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وحصرت المخيم وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم وسيطرت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصاتها فوق أسطحها وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم إلى موقع البي بي سي عربي الذي عنونا تصاعد الاشتباكات في السودان دون وساطة تلوح في الأفق حيث تصاعدت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقواتي الدعم السريع مساء الأحد بعد دخوله مع دخول الحرب في العاصمة والمناطق الغربية من البلاد أسبوعها الثانية عشر دون أن تلوح في الأفق أي محاولات لإنهاء الحرب سلميا وسمع دوي قصف جوي ومدفعي وكذلك نيران أسلحة خفيفة خاصة في مدينة أمدرمان يقول هذا المقال وكذلك في العاصمة الخرطوم وقال شهود عيان تحدثوا لبي بي سي كما جاء في هذا المقال أن قصفا مدفعيا استهدف عدة مواقع تابعة لقوات الدعم السريع وقالت وكالة فرنس براس أن مركزا للشرطة ومبنى يضم التلفزيون الحكومي تعرض أيضا لهجوم من قبل قوات الدعم السريعة ختاما بالاقتصاد من موقع روسيا اليوم الذي عنونا توقع أرقام قياسية لصادرات روسيا من الحبوب خلال العام الزراعي حيث قال إدوارد زينين رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدرية الحبوب الروسي أن روسيا تخطت حواجز العقوبات وأكملت العام الزراعي 2022-2023 مع توقعات أرقام قياسية جديدة في التصدير وأشار إلى أن صادرات الحبوب في هذا العام قد تصل إلى 59 مليون طن واعتبر أن تقييم وزارة الزراع لإمكانية التصدير في حدود ما بين 55 و60 مليون طن في الوقت الحالي تجاوز بالفعل عتبة 55 مليون طن وتوقع أن تصل إلى مستوى 59 مليون طن وبالتالي هناك كل الفرص يقول لتجاوز الرقم القياسي لموسم 2017-2018 وبهذا الخبر مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى ختم جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم